السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رابع انزيم خاص بالليفر فانكشن هو الجامجلوتاميل ترانسفريز اللي هو الجي جي تي. وان عندي الجي جي تي اختصار جامجلوتاميل ترانسفريز. ده عبارة عن انزيم كتالايز ترانسفير في الجامجلوتاميل الجروب اللي موجودة في الجلوتسيون بيوديها الاكسيبتور. الاكسيبتور ده ممكن يبقى مية وممكن يبقى اماينو اسد. بمعنى ان الجي جي تي ده عبارة عن انزيم. بيحفز لي نقل مجموة الجامجلوتاميل الموجودة في جلوتسايون. ده عبارة عن انتاكسيدينت او مادة مضادة لاكسيته مني في الجزء. بيودي الجامجلوتاميل بيودي للاكسيبتور ده ممكن يبقى مية وممكن يبقى اماينو اسد. عشان كده بقول ان الجي جي تي بيدخل في جلوتسايون عند الجي جي تي ده بيتكون من سلسلة منها بسميها والتانية بسميها بولين الاكتف صايت بتاع الجي جي تي بيبقى موجود في اللايت صابيونت التشو سورس بتاع الانزيم او الاماك اللي بيتوجد فيها الانزيم بيبقى موجود بكميات كبيرة في الهباتوسايت اللي هي خلايا وفي البيلر ابسيليل سيلز اللي هي الابسيليل سيل لخلايا الطلاقية مبطنة لجدار القناة المرارية برضو بلاقي الجي جي تي بيبقى موجود بكميات اقل في السلمين برين بتاع الميني تشو او ميني اورجانز زي الكيدني زي البانكرياس زي الاسبلين زي الهارت زي البرين او جول بلادار الدياجنوستيك سيجنيفكنس بقول ان على اساس التشو سورس او الاماكن اللي بيتوجد فيها الانزيم هذا راقول الدياجنوستيك سيجنيفكنس بتاعتي ليه؟ لان المفروض الانزيم بيبقى موجود في الارجان زي دي بكميات معينة اول ما بلاقي فيه دامج في الارجان دي هلاقي ان الانزيم بدأ يزيد عن الطبيعي في السيرم او في البلازمة بتاعتي هلاقي ان الجي جي تي زيادة بتاعته في البلازمة بتبقى مرتبطة بتلات امراض رئيسية منها الكحول الكسيروسي اللي يتلاقيه في الكبد الناشئ عن تناول الكحول وفي حالة البيلر افستركشن اللي يعني انسداد القناة المرارية هتيجي توجود تيومر اللي هي الورم او ستون هي حصوات او تالت مرض بلاقيه اللي هو الهيباتو بيلاري ديزيز لو عندي فيه مشكلة متعالقة بالليفر والبيل داكت اللي بسميها هيباتو بيلاري ديزيز عندي جي جي تي بيزيد في تلات حالات في حالة الالكوهوليكسيروسي او اي مرض متعالق بالليفر ديزيز في حالة البيلاري افستركشن او اي مشكلة في البيل داكت في حالة الهيباتو بيلاري ديزيز لو عندي فيه مشكلة مبين مرتبطة بين الليفر والبيل داكت بستخدم الجي جي تي مع الالب عشان يفرق لي ما بين الليفر ديزيز والبون ديزيز ازاي؟ هلقي ان في حالة البون ديزيز الالب بيزيد لكن الجي جي تي بيبقى المعادل بتاعه نورمال في البلازمة إنما في حالة الليفر ديزيز هلاقي الالي بي عالي والجي جي تي عالي البرينسبل هلاقي ان الجامجلوتاميل 3 كاربوكسي 4 نايتروانالايت زائد جليسيل الجليسين دي مركبات موجودة عندي في الرياجينت بتاعتي في وجود الجي جي تي اللي موجودة عندي في السيرم هينقل لمجموعة الجامجلوتاميل من المركب الأول يوديها للمركب الثاني هيكون لي جامجلوتاميل جليسيل جليسين زائد 5 أمينو 2 نايترو بنزويت الخمسة أمينو 2 نايترو بنزويت ده عبارة عن انديكيتور لونه أصفر كل ما كونسنتريشا متعجي جي تي بيزيد عندي في البلازمة هلاقي ان الانتنسيتي أو كسافة بتاع الون ده بتزيد عشان العلاقة بينهم ترضية الطريقة بتاعتي هاخد واحد ميلي من الوركينجري ايجنت وعليها 100 مايكروم من السيرم وعملها ميكس وهرى الانيشيل ابزوربنس بعد 30 ثانية وبعد كده هشغل الطايمر وقرى بعد دقيقة ودقيقتين وثلاث دقائية بعد كده هحسب دلتا ايه اللي هي المين ابزوربنس تشينج بير منت هعمل الكالكوليشن اللي بتقولي ان الاكتيفتي بتاع جي جي تي بيساوي دلتا ايه في فاكتور اللي هو 1158 هنا في حالة جي جي تي وده بيبقى فاكتور ثابت أنا عندي على الجهاز مش بشتغل كل ده أنا بحط واحد ميلي ووركينجر ايجنت على 100 مايكروم من السيرم وبعد ثلاث دقائق الجهاز بيطلع راية بتاعتي ريفرانس رينج بتعجي جي تي في الفي ميل بتبقى من 7 ل 32 يونت بير لتر وفي الميل بتبقى من 11 ل 50 يونت بير لتر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة